العلاج لأنك معظم الناس بيخافوا من العلاج معظم المدمنين بيبقوا مرعوبين من العلاج أهل المدمن بيبقوا مرعوبين يشوفوا بنهم زي الأفلام العربي اللي هو بيخبط في الأرض وبيرزع راسه في الحيط فكل الأفكار دي برضو اللي عندنا اللي هي في العلاج العلاج دلوقتي أنا عايز أرد عليكي في حتة أنت أصارتي نقطة دلوقتي وأنا ضد الحتة دي الأفلام يجب لك المدمن ده بيأكل في اللحاف ويخض بغو في الحيطة ويعض في الأرض ويهرش ويخبط راسه وأنا مدمن بشوفوا الصور ديت قدامي بخافت عينك لا بقول أنا مش مدمن آه حضيك توصد اللي هو لا أنتوا كيف يتكلموا في أي حدي تاني أنا مش مدمن أنا ما وصلتش للمرحلة أن أنا عض في اللحاف وأكل في الأرض وأخبط في الحيطة وأهرش أنا موصلتش للمرحلة دي طالما الفيلم بيبين لي صورة المدمن بهذه الطريقة آه فأنا أنا أنا مدمن آه لكن لما شوف الصورة لا أنا مجيب أنا مش مدمن بطمن نفس بطمن نفس آه أيوة أنا بجذب على نفسي وبلاقي أن اللي بشوفه قدامي مريح فكري آه أنا بجذب أن أحس بالطريقة اللي أنا عايز أحسها أن أنا مش مدمن حلوة أول نقطة يا إما هتقنعي آه يا إما هو عايز يتعالج يا إما رافض العلاق آه ما هو ليش حاجة على رمع ما هو واحد عايز يتعالج هيجري وراك وهيدور وهيروح يتعالج خلاص ده ما فيه مش مشكلة آه خلاص واحد محتاج أن حد يتكلم معاه ويقنعه على العلاق آه هنا بقى أنا ليه رأي في الحتة دي أن دايما نخلي الأم أو الأخت أو الأخ أيهما أقرب إلى هذا الشخص في الأسرة اللي قريب منه حبيبه اللي بيسمع كلامه يتكلم معاه خلي الأب بعيد إما الأب خالص ما تدخلوش طرف في الموضوع ما إحنا بنشوف برضو الإخوات حوادث بنشوفها دلوقتي على سوشال ميديا اللي بيضرب أخته بيأخذها يعليجها بالعافية في مستشفى الإدماء خلينا كملك الجملة دي خلي الأب بعيد ونخلي حد قريب منه يتكلم معاه ويقنعه بالموضوع طالما قريب منه ونخلي الأب بعيد لأن أنا مش عايز صورة الأب مع الأبن تتهز لأن أنا بشرة بسجاير أبويا عارف أنا بشرة بسجاير بقى خلاص عارف أنا بشرة بسجاير لأ أنا عايزه ما يعرفش أبوك ما يعرفش إنك بتشرب سجاير وأنا وإنت هنحلها من غير محد يعرف مش عضو يسيحوله بقى وأمه تقول لخالتها وأخته وتقول لصحبتها لا التسيح ده غلط لأنه بتخلي انعكاس سلبي على الولد ما تسيحلوش خلينا محافظين عليه جوه الشرنقة ونقول له إحنا معاك بس لازم نعرف الأب في السر ونفاهمه كل حاجة وهو يتظهر أنه ما يعرفش ونشيله كالجوكر لوقت اللزوم ونتجه إلى العلاج إلى العلاج بقى أما نيجي في العلاج؟ دلوقتي في مرحلة أولى وتانية وتالتة يعني إحنا دلوقتي بنقرأ على السوشيال ميديا أن مثلا فلانة الفلانية أو فلانة الفلاني في مرحلة تالتة إدمان يعني إيه مرحلة تالتة ومرحلة تانية؟ لا 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 بصي يعني هل ده بيبنوع المخدر؟ لا 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 بصي ما فيش حاس ما يكاله طب أنت أول ما بيجي لك حد تعالجه أنت بتديله لفل معين بتديله مثلا؟ الأول أنا بقعد معاه أصلاً إنه مدرسة مختلفة أنا ضد العنف في العلاج تماماً باعتبر أن المريض ده المدمن أو المضعاتي ده مريض ويجب أن يحترم ويقدر ويعامل بآدمية فأنا مدرستي هي دي أنا ما بيخدش أي حد بالعافية أبداً ميش؟ هتعالج إزاي؟ يعني أنا ممكن أدخل ما صح يا دكتورة النس هتموت وتعرف الموضوع بياخد وقت طويل أنا أقول لك أهو ما أزيبك من الأهل دلوقتي كل أهل على حسب تربيتهم وثقفتهم اللي بياخدوا بالعافية والعنف واللي بياخدوا بالطبطبة أنا ميجي عبيدي أنا بتكلم على إن الشخص في مدارس في مدارس تاخد الحالات اللي هي عايزة تعالج مدارس ما بتاخدش غير كل الحالات لا كل الحالات اللي عايزة تعالج واللي مش عايزة تعالج كمان بياخدوه واخدبلك فدي مدارس الفكرة إن العلاج تلت مراحل أيوة المرحلة الأولانية نسمع مرحلة طرد السموم من الجسم اللي هي الديتوكس المرحلة دي هي المرحلة المؤلمة جسديا برقم واحد أول مرحلة طرد السموم اللي هو الناس بتقول عليها بيسحابه المخدر مرحلة انسحاب المخدر من الجسم دي أول مرحلة ودي أصعب مرحلة لا دي أقلم مرحلة مؤلمة أنا ودي تخصصي طيب ما صعبة مؤلمة. لا مش أصعب واحدة. ده أصعب واحدة هاولهالك. خلينا في الأولى لسه. في الأولانية. انسحاب المخدس. هنا بقى الأولاد اللي بيتعاطوا يقول لك الله. ده أنا لما بيجي لي معاد الجرعة ببتدي أحس مغسوقي ويسهل ويصدع وقلم في المفاصل والظهر والعضل بابا بابا بابا. طيب. وما لما عبطى لإجرالي إيه. فبيخاف من الألم. الألم. حاجة التانية إن الإدمان ده مرض اجتماعي غير مقبول عندنا. فأنا لما بستخبه. واللي بياخد بيخبيه. ما بيقولش. طبعا. فأنا لما استخبه 3-4 أسابيع ده أنا هتفضح. ده أنا. دي هنخليها في الأخ. لأ المريض. أنا عايزة المريض بتعمل معه إيه وعادة في مستدر. أي يا فن ما خلينا كمل يا إيمان. خلينا كمل. ميش. ميش. فبيخاف يخش يعمل مرحلة الديتوكس اللي هي الطرد المخدر لأنه يقولك أنا هستخبه 3 أسابيع. هقول لي إخوتي إيه. هقول لي في الشغل إيه. سحب يخافه. فإذا إحساسه بالألم مع خوفه من الألم مع المدة الطويلة للديتوكس. بتخليهم يعزوفوا عن العلاج. طيب هو. دلوقتي إحنا بنعمل إيه بقى؟ الديتوكس ده بياخد قدي وقت. دلوقتي دلوقتي في الزمن اللي إحنا فيه. الديتوكس ده ممكن يخلص في يومين 48 ساعة أو 3 أيام. 3 أيام سهل إنك إنت تختفيه ومش قصة. زائد خوفهم من الألم ببقى أناش نحسسه بالألم. ده الست بتولد من غير ألم دلوقتي. آه خلاص كله بالمخدر. فإذا إحنا لما نقوله وفرنا لك العلاج في الديتوكس بدون ألم. وفرنا لك واختصرنا المدة بتاع الديتوكس من إسبوعين أو 3 سنة إلى 3 أيام. ده هتساعد ناس كثير جدا أن تتجي إلى الديتوكس. هل ده كده تعالج؟ لا. لا. محتاج المرحلة الثانية. اللي هي؟ اللي هي الطب النفسي والعلاج النفسي والتدخل نفسيا. ليه ليه؟ لأن في ناس بيبقى عندهم أمراض نفسية كامنة. مش ظهرة خالص. أي. وعيش عادي. أما بياخد المخدر بيظهر المرض. بيظهر. فإذا لما خد المخدر ظهر المرض لازم يتعالج المرض بعد الديتوكس. تمام. طيب. في ناس لسه. في ناس ما عندهاش مرض نفسي. لكن لما خد المخدر جاله مرض نفسي. آه. فبالتالي مرض نفسي يعني خلل كيميا المخدر. آه. فعملت أعراض. بنقول عليها أعراض أمراض نفسية. طبعا. الحاجات الغريبة اللي هم بيشربوها وبيشموها دي. بيطلق بكل كيميا المخدر. ما لازم تعمل اضطرابات عقلية وأمراض نفسية بعد المخدر. فإذا الشخص بيبقى محتاج العلاج النفسي الكيميائي الدوائي. الدوائي. طيب. طيب. اللي هي العلاج الاجتماعي. إنك بقى تقعد بقى معاه. ومع الأسرة. ودور الأسرة مهمة قوي على فكرة. فعدم انتكاثته مرة أخرى. دور الأسرة مهمة قوي. بحيث تقعد بقى. وتدوب هذا الشخص في المجتمع. نسيت أقولك إن في المرحلة الألونية احنا بنعمل حاجة بقى دلوقتي بقت كويسة قوي. إن المخدر عندك عشان يشتغل لازم يركب في الجراب جوه الجسم. لما بنعمل الديتوكس ومشيل مخدر الجراب موجود. لو طلع وخد وركب جوه الجراب بكل عمل اللي أنا ضراح. فاللي بيحصل إن بعد ما نخلص بنقفل الجراب ده تماماً. بقى فيه أدوية دلوقتي تقفله. يعني كأنها بتقفل الإحساس بالمخدر. بقى لو حاول ياخد المخدر مش هيعرف يدخل في الجراب وهينزل في البول. كأنك حصنته ضد تأثير المخدر. لكن ما يفعش نعمل دي غير بعد ما نطلع المخدر من المستقبلات بتاعته.